الإعلان زمان كان شيء يعني بسيط جدا مجرد صورة ولا لقطة ولا حاجة يعني بسيطة الفكرة لكن في الفترة الأخيرة حصلت نقلة نوعية ضخمة جدا في شكل الإعلان والإعلان ده ممكن يبقى هو بيتوفر فيه إمكانيات صنع فيلم كامل أو هو بيبقى كأنه فيلم مصغر فالإعلانات برضو مش شرط كلها تبقى إعلانات ترويجية لمنتج أو لسلعة أو لحاجة تجارية ولكن فيه إعلانات هي بترويج لفكرة ودي بتبقى أخطر يعني أنا عايز مثلا أرويج لفكرة تنظيم النسل قلاص بعمل إعلان هو خلاصته بيوصلك للفكرة ديت أن أنت لازم تنظم النسل وتكتفي بواحد أو اثنين أو كده عشان اللي مش بيكتفي بكده بيحصل له مشاكل والإعلان بيكون هو مستهدف هذا الأمر وهكذا يعني في أي قضية ممكن يستخدم إعلانات هي بغرض توجيه الأفكار والمفاهيم طبعا الإعلام بيتمتع بمجموعة خصائص بتديله ميزة القوى النعيمة اللي احنا تكلمنا عليها في الحلقات السابقة يعني بتخليه يوصل للهدف بتاعه بنعومة وسلاسة وده هي خطورة الإعلام الكبرى